الفيديو الذي سأعرضه عليكم خطير جداً أتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيه هذا الفيديو مأخوذ من برنامج الثامنة مع أحمد الطيب عبر قناة الرشيد الفضائي استضافة للدكتور أحمد الشريفي والذي تربطه علاقة وثيقة بمرجعية السيستاني هذا البرنامج تأريخه متى؟ خمسة واحد الفين واثنين وعشرين في هذه الأيام بالضبط في اليوم الذي يسبق اليوم الذي يسمى في العراق بعيد الجيش السادس من كانون الثاني خمسة واحد الفين واثنين وعشرين برنامج الثامنة مع أحمد الطيب عبر قناة الرشيد الفضائية لقاء مع الدكتور أحمد الشريفي يتحدث في هذا اللقاء عن أن السيستاني كان وراء التحاق الضباط البعثيين بل التحاق في دائي صدام بالجيش أنا أسأل أسس تاني أليس هذا مخالفة للدستور ولكن أي دستور أي دستور أي قنادر المادة السابعة من المبادئ الأساسية والمباني الأساسية للدستور العراقي المادة السابعة بشكل صريح وواضح تمنع أي وجود لحزب البعث ولرموزه هذه هي المادة السابعة أقرأها عليكم مثل ما جاءت في نص الدستور العراقي المزور الذي زوره السيستاني وزوره قادة الكتل بإذن من السيستاني وبعد ذلك أصدر فتواه للشيعة أن يصوته بنعم ثم عقد صفقة مع عمر موسى على أن يلقي بالعراق في أحضان السعوديين في أحضان الوهابيين وفي الوقت نفسه كان يمنع الشيعة من أن يقفوا بوجه الإرهابيين العراب وأن يدافعوا عن أنفسهم المادة السابعة من المبادئ الأساسية للدستور الجزء الأول من المادة السابعة يحضر كل قيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفيرة أو التطهيرة الطائفية أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون وقد أصدر البرلمان قانونا في حضر حزب البعث العربي الاشتراك وهذه حكاية معروفة في الوسط العراقي في الوسط السياسي العراقي وحتى في الوسط غير السياسي العراقي السيستانيو هو الذي أعاد كبار البعثيين وكبار قادة فداعي صدام إلى الجيش ما أنا الذي أقول هذا شخص من أجوائه وهذا الكلام عبر القنوات الفضائية لو لم يكن حقيقيا لكذبوه رجاء أن أعرض لنا الفيديو لا لا أنا والمرجعية لازلت منذك جدا والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط ومحمد عبدالله الشهواني يسمعني كنت أروح لمحمد عبدالله الشهواني يقول لدينا ضباط ذول رفاق حزبيين درجات عالية دي يخشون يرجعون خشة من بدر لأنه كانت تقريبا بدر تسيطر على عودة الضباط خشة المدر رحنا لمحمد عبدالله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة والآلعد لضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني ما أذكر أسمعهم عودناهم عن طريق محمد عبدالله الشهواني رجع وبالمناسبة عن طريق محمد عبدالله الشهواني بمباركة المرجعية قالت رجعهم قال هذا خطأ هذا رأيي المرجعية السيد الثاني قال وقسمنا بالله كان معارض جدا وعطانا الضوء الأخضر بالتحرك بمرونة أنه رجع الضباط والآن منهم كانوا في دعيوصة دعم يعني مو فقط مشهول بالاجتثاث وإنما يعتبرون من الأجهزة القمعية تبكرنا رحمة المحمد مرجعية لآن هذا المزاج في تقوية الجيش إلى الآن الذي يدق على إعادة هيبة الجيش العراق المرجعية وأني ليش مطمئن طيب أقول لك لأنه حتى وقت مسحابي بوقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قال هم يمون بشرف العسكرية رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من هذه الحقائق لا لا أنا ويا المرجعية لازلت من دك جدا والمرجعية علاقة بها جيدة جدا لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط ومحمد عبدالله الشهواني يسمعني كنت أروح لمحمد عبدالله الشهواني أقول لعدنا ضباط ذول رفاق حزبيين درجات عالية دي يخشون يرجعون خشة من بدر لأنه كانت تقريبا بدرة تسيطر على عودة الضباط خشة من بدر رحنا لمحمد عبدالله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة والآن قال لضباط طوات خاصة برطب رفيعة يسمعوني ما أذكر أسمائهم عبدناهم عن طريق محمد عبدالله الشهواني وبالمناسبة عن طريق محمد عبدالله الشهواني بمباركة المرجعية المرجعية قل ترجعون قال هذا خطأ شو داي تسوون لإمريكا هذا رأيي المرجعية السيد الثاني قال شو داي تسوون لإمريكا شو نحلون الجيش شوف وقسمنا بالله كان معارض جدا وأعطينا الضوء الأخضر بالتحرك ويمرون أن نرجع الضباط والآن منهم كانوا في دعيوصة دائم يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث وإنما يعتبرون من الأجهزة القمعية تبكرنا رحمة المحمد مرجعية لنا هذا المزاجة في تقوية الجيش إلى الآن اللي دي دق على يعادة هيبة الجيش العراق المرجعية وآني ليش مطمئن طيب أقول لك لأنه حتى وقت مسحابي بوقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قال هم يؤمن بشرف العسكرية أدري هو السيستاني شم عرفه بشرف العسكرية شنو حلاقته بشرف العسكرية الشهواني الذي يتحدث عنه هو مدير المخابرات على طريقة المخاتلة السيستانية عبر المخابرات أرجع السيستانيون البعثيين الكبار وأرجع فدائي صدام لا حبا بالبعثيين كي يقفوا بوجه الإيرانيين مخطط لا علاقة له لا بالعراق ومصالح العراق ولا بالشيعة ومصالح الشيعة القضية شخصية لأن إيران تريد أن تهيمن على الأوضاع في النجف لأن إيران تريد أن تسيطر على المرجعية القادمة بعد موت السيستاني والسيستاني يعرف هذا السيستاني لم يفكر قط في مصلحة العراق ولا في مصلحة العراقيين ولا في مصلحة الشيعة ولا في مصلحة التشيع ولا علاقة له بالدين أصلا يقولون عنه نائب صاحب الزمان فهل صاحب الزمان يريد من نائبه أن يعمل بهذه الطريقة أن يرجع البعثيين وأن يرجع فدائي صدام يسلط على الجيش العراقي ويصبح قادة فيه صاحب الزمان يريد هذا هذا أدل دليل على أن السيستانية كذاب دجال لا علاقة له بصاحب الزمان هل صاحب الزمان يريد من نائبه أن يختلي بعمر موسى ويقول له لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران وخذوه إليكم ألقوا بالعراق في أحضان الوهابيين وهذا هو الذي حدث البرنامج الذي يجري الآن هو استمرار للمخطط الذي خططه السيستاني منذ سنة 2005 هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وأنتم مضحكة مسخرة يا شيعة العراق السيستاني يريد إعادة الهيبة للجيش العراقي السيستاني لم يصب بضرر من الجيش العراقي السيستاني السيستاني كان على علاقة متينة بالبعثيين لا يضحكون عليكم محاولة الاغتيال كانت كاذبة لماذا لم يقتل هو أو يقتل أحد من أولاده لماذا قتل حارسه فقط لماذا لم يكرر البعثيون العملية لماذا قتلوا محمد الصدر وأولاده لماذا قتل البروجردي ولماذا قتل الغروي لماذا نجا السيستاني من القاتل هذه أكذوبة عملية الاغتيال كانت لأجل أن يرتبط الشيعة بالسيستاني لأن الشيعة حينما يجدون المرجع مهددا من الحكومة يرتبطون به يثقون به من هنا فإن السيستانيين كانوا ولا زالوا يقولون عن محمد الصدر من أنه كان بعثيا لأجل أن يفرق الناس عنه هذه حكايات معروفة من حكايات أكاذيب المراجع وافتراءاتهم وادعاءاتهم وتسقيط بعضهم للبعض أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع السيستاني لا يعرف ماذا فعل الجيش العراقي بالعراقيين عموما خصوصا بالأكراد والشيعة منذ أن تأسس هذا الجيش الجيش العراقي جيش مجرم جيش مجرم بتمام معنى هذه الكلمة منذ أن تأسس في سنة 1921 وجيش فاشل لم ينتصر في معركة خارجية أبدا كبقية الجيوش العربية اشترك في حرب 1948 وفشلت الجيوش العربية جميعا ومن ضمنها الجيش العراقي فشلوا جميعا في حرب 1948 مع إسرائيل وفشلت الجيوش العربية في سنة 1967 والجيش العراقي اشترك في هذه الحرب أيضا ورجع فاشلا وفشلت الجيوش العربية في حرب 1973 لا يضحكون عليكم من أن المصريين انتصروا في 1973 المنتصر هم الإسرائيليون والدليل على الأرض الدولة الأقوى في المنطقة إسرائيل الأقوى علمية الأقوى اقتصادية الأقوى سياسية الأقوى عسكرية الدولة التي الجميع يخطبون ودها الجميع يتهافتون عليها إن كان ذلك بالسر أو بالعلم المنتصر دولة إسرائيل والعرب فاشلون والعرب خاسرون الجيش العراقي جيش فاشل منهزم كبقية الجيوش العربية 1948 الجيش العراقي جيش فاشل كبقية جيوش العرب 1967 الجيش العراقي جيش فاشل كبقية جيوش العرب 1973 الجيش العراقي جيش فاشل كبقية جيوش العرب في حربه مع إيران إيران كبدت العراق الكثير من الخسائر صحيح أن الحرب العراقية الإيرانية حين انتهت لم تنتهي بمنتصر لم ينتصر الإيرانيون ولم ينتصر العراقيون الإيرانيون طبلوا إعلاميا وقالوا نحن منتصرون والعراقيون طبلوا إعلاميا وقالوا نحن منتصرون لم ينتصر أحد في نهاية الحرب لماذا؟ لأن الأمريكان أرادوا ذلك ما أرادوا لطرف أن ينتصر حتى يتسيد في المنطقة ولذا فإن الأمريكان خططوا لهذا الأمر منذ السنة الرابعة من ابتداء الحرب العراقية الإيرانية لو كان الحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالوثائق والحقائق أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع وإنما جاء الكلام عرضا واستطرادا الحرب العراقية الإيرانية لم تنتهي بانتصار لأي طرف من الأطراف ليس هناك من انتصار بالضربة القاضية لكن إذا أردنا أن نشخص الانتصار وفقا للنقاط مثل ما يجري في الملاكمة الانتصار في الملاكمة تارة يكون بالضربة القاضية وأخرى بحساب النقاط فلم يكن هناك من انتصار في الحرب العراقية الإيرانية بالضربة القاضية لأي طرف من الطرفين لكننا إذا أردنا أن نحسب ذلك بالنقاط فإن إيران هي التي انتصرت فقد كبدت العراق الخسائر الكثيرة في جهة القتلى في جهة الجرحة في جهة الأسرة في كل شيء وآخر شيء أخرجت العراق من الأراضي الإيرانية وهي احتلت الأراضي العراقية ودخلت إلى الفاو وإلى مناطق أخرى أنا لا أريد أن أحدثكم عن تاريخي الحرب العراقية الإيرانية الخلاصة الجيش العراقي كان جيشا فاشلا خاسرا في الحرب العراقية الإيرانية وأما حينما ذهب إلى الكويت وفعل ما فعل من الجرائم الكثيرة في الكويت خرج مهزوما بعد ذلك إلى أن جاء الأمريكا ودمروا الجيش العراقي سنة 2003 ذكروني بواقعة واحدة للجيش العراقي انتصر فيها في معركة مع قوة خارجية متى؟ في أي مكان؟ والله لا وجود لأي انتصار في تاريخ هذا الجيش الفاشل المجرم هذا الجيش تاريخه إجرام وجرائم منذ بداية تأسيسه الذين لا يعرفون تاريخ الجيش العراقي في الثلاثينات في بداية الثلاثينات بقيادة بكر صدقي من قادة الجيش العراقي آنذاك قاد جيش العراق إلى مذبحة الآشوريين هناك مذبحة في تاريخ العراق سطرها هذا الجيش المجرم ذبح العراقيين الآشوريين مذبحة معروفة في التاريخ لقد ذبحهم وهتك أعراضهم ومذبحة للأكرات في ذلك التاريخ في الثلاثينات ومذبحة للشيعة في الفرات الأوسط بقيادة بكر صدقي أنتم لا تعرفون التاريخ وسيستاني لا يعرف تاريخ العراق ولا يعرف تاريخ الجيش العراقي هذه المذابح كانت منذ بداية تأسيس الجيش العراقي الجيش العراقي ذبح العراقيين ذبح العراقيين في الأهوار ماذا فعل بالعراقيين ضرب الأهوار بالكيمياوي ضرب العراقيين بالكيمياوي في الجنوب وضرب الأكرادة في حلبشة وغيرها بالكيمياوي هم عراقيون جرائم الأنفال مع الأكراد الجيش العراقي هو الذي قطع الطريق على المواكب الحسينية في خان النص سنة ألف وتسعمية وسبعة وسبعين الجيش العراقي هو الذي أحرق ما أحرق من القرى والمدن الشيعية في بعقوبة وفي غير بعقوبة الجيش العراقي هو الذي ذبح الشيعة في الانتفاضة الشعبانية ودمر المدن المقدسة جرائم الجيش العراقي لا تعد ولا تحصى لا توجد منقبة واحدة في تأريخ هذا الجيش المجرم أفضل عمل قام به الأمريكان أن حلوا هذا الجيش المجرم لكن هذا الشيطان السيستاني هو الذي يريد إعادته ما أنا قلت لكم كل مشاكلنا من زقاق إبليس الأبالسة هذا في النجاف وأنتم يا شيعة العراق ثولان 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 وحمير بتمام معنى هذه الكلمات هو لا يعبأ بالجيش العراقي هو يريد أن يؤسس جيشا بعثيا للوقوف في وجه إيران هذا هو الذي يريده لا يريد شيئا آخر وهو لا يعبأ بتدخل إيران في العراق في الجانب السياسي أو الاقتصادي همه الأول والأخير أن لا يتمكن من مرجعية النجف من بعده وإنما أن تستمر المرجعية عبر ولده محمد رضا هؤلاء عقولهم صغيرة هؤلاء لا يفقهون هذا هو واقع مرجعية السيستاني وكل البلاء الذي يجري على شيعة العراق بسبب هذه المخططات التافهة الفاشلة البائسة هذا الوجود البتري إذا استمر إلى ظهور صاحب العمر فإنه سيستمر بنفس هذه الوتيرة ماذا تقولون أنتم ماذا تقولون عن هذه الحقائق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر